لعل أصعب جزء من العمل المشترك لمحاربة الإرهاب وضمان منعه في المستقبل هو مساعدة المتورطين في هذه الظاهرة للانخراط بالمجتمع من جديد وإعادتهم إلى الحياة الطبيعية على أسس سليمة وركائز مبنية على الوعي والمناصحة في هذا المنتدى الذي أقامته بعثة المملكة في الأمم المتحدة تبدل المشاركون وجهة النظر حول إعادة توطين الإرهابيين القادمين من مناطقه تشهد صراعات كسوريا والعراق فتواجدهم في المجتمعات بعد عودتهم دون برامج تأهلية يشكل خطرا كبيرا واستوجب استجابة عاجلة عن مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة والرعاية تحدث الدكتور وانيانس باعي مقدما للحضور تجربة المركز في هذا المشال ضمن الإطارات الأمنية والحكومية والاجتماعية عارضا استراتيجية المملكة لمواجهة هذه الظاهرة البرنامج لا يوجد لديه فريق علمي ثابت بشكل دائم وإنما بنع شراكة مع العديد من المختصين كافة مكونات المجتمع وهذا هو التحدي كيف نخلق الوسائل لجعل المجتمع في مواجهة هذه الظاهرة أولا وفي إسهامه في برامج التأهير والإصلاح للمتورطين في هذه الجرائع وهذا مكمن قوة برنامج مركز محمد بن عي بحسب المشاركين فأنه يتوجب تعزيز الجهود الدولية حول إعادة تأهيل المقاتلين العائدين من خلال تبادل المعلومات وتقوية المساعدات القضائية بين الدول وإمكانية التأهيل الشاملة وإقامة سراتيجيات للتعامل مع أولئك الأشخاص وعائلتهم نقلت المملكة تجربتها في هذا المجال دعية للدول لاعتماد سراتيجيات لمعالجة قضايا الفئات التي وقعت في براثن الفكر المتطرف عبر برامج تتضمن مناصحة والتأهيل والرعاية بالتوازي مع المسارين الأمني والقانونية حسين إبراهيم من داخل مقار الأمم المتحدة للإخبارية نيويوك ترجمة نانسي قنقر